منصب رئيس الجمهورية في إطار رهنات والتحديات لعيشها الوطن يتجاوز الطموح الشخصي بل هو مسؤولي أمام الله أمام الشعب وأمام مؤسسات الدولة وهذا ما يجب أن يكون لأننا نتمتع بثقافة الدولة في إصدار الموقف في المشورة في الاحتكاك وخروجنا اليوم في الشارع قبل من جيلكم كنت في مقاهي أستمع لرأي المواطن وهو الأهم وهو الأساس لهو السيد في صناعة القرار قد غيب أو ساهمنا في تغييبه لأن الطبقة السياسية حال الوقت أن الثقافة التوفابيا كل شي مليح وقع يفلاس للطبقة وقع تصحر وأصبح كل ما هو السياسي غير مرغو فيه دونك إحنا في صوت الشعب جينا برؤية جديدة بتسويق جديد بكارزمة على الثوار ونقول الحق الأقل وهو أقل شي لأنه سنتحاسب أملاق من الشعب أردنا أن يكون هذا صوت الشعب بكل أمانة يبلغ همومك وكونوا على يقين أقل من خمس سنوات من تأسيس بلغنا هموم وقدرة وانشغلات المواطن الجزائر البسيط على أعلى هرم السلطة وكنت مسؤول وانتحاسبا من الله وانقلت الهموم بثقافة الدولة بلا تهرج بلا مزايدات وبلا تعطيني ونعطيك درتها إيماني بالله درتها لأني خدم الشعب ودرتها لبني هذا المنصة لهي منصة الشعب أننا نقول لكم ربع سنوات ونصف ونحن قريبا نغلق أمام زملائي وزميلاتي اللي كانت حركة مواطنة في خلق هذا الفضاء قلنا بدون مزايدات وقلنا ماذا كان يجري داخل كمؤسسة الدولة سواء كان مركزي سواء كان محلي قلنا بأمانة وانقلناها